هو مين اللي قدر يقول له مكلسوم لأ؟ هي ازاي؟ هقولك ازاي بس لازم اواجه تحية لفاطمة المعدة اللي هي فصصة الكتاب وقاريته كويس جدا وجايبها الأسئلة دي فاطمة شطرة شطرة فاطمة جدا جدا احنا بجلالها التحية كمان بص هي يعني مكلسوم علاقتها بلبناء شائكة جدا لانها كان حوالت من عدم حب ويعني ما بتحبش الطريقة دي في الغنى لانها طبعا بسمع أجنبي وعشة بارك بتسافر كتير الى لما كبرت بقى ورجعت مواصرنا بقيتها هي مكلسوم عشو قط يعني بتفتح التلفزيون على قنوات اللي بتجيب الأغاني مكلسوم وطورت تسمع او طورت تسمعها في الكفست فهي علاقة شائكة جدا بس يمكن اللقاء الوحيد اللي جماحهم كان في الإزاعة لما كانت مكلسوم كانت بتسجل أغنية وكان جيم عاد برنامج الحلقة برنامج اللي ركن الأطفال وجات لبناء مبنى الإزاعة واجمعها الأطفال وفجأت اندي مكلسوم بتسجل مش دار تخش الستوديو شوفي استوديو تاني قالت ده الستوديو اللي فيه البيان وده الستوديو اللي هم تعودين عليه مشان خش غيره فالناس ألو لها دي مكلسوم حدش بيقول لها خروجي يعني قالت لأ مش هصور إلا فيه فهاهاها نزل كبير المهندسين يا بيبنتي ماينفع عشقالت له ما ليش دوانا هاخش ومش هينفع أتأخر لأنما يا أطفال لازم يروحوا في موعد محدد ولازم أسجل أنا كده متأخر فالراجل بعد كل الدوشة دي تطر يدخل لهم مكلسوم ويقول لها يعني فتح لها استوديو ما بيتفتحش إلا يعني لو كان في خطبة للرئيس أو كده استوديو كبير مقفول وقال لهم مكلسوم عليش ممكن فيجت تسواري كان رادة فعلها ايه اضايقت بالعكس هي فهمت وخرجت سلمت عليها كانت تعرف والدها وقالت لها أنا مبسوطة قوي من أنتي أصريتي على حقك الله فقالت لها برافو عليك تعرفها واحدة غيرها كانت ممكن تجيبها وراء الشمس يعني اللي هو البنت دي مش هتطلع هوا تاني خلاص هتوحشينا يا لبنا قالت لها أنا مبسوطة قوي أنتي عملتي ده وأنتي أصريتي أنتي تأخذي حقك وسلميلي على باب الله يعني أنت بصي خلي بالك أنت ونتي بتسريدي حدوتك كده أولا دي ليها جوانب كتير قوي يعني بتبين قد إيه هي شخصيتها قوية وقد إيه هي وثقة من نفسها وملتزمة بشغلها جدا ودي حاجة الحاجة التانية أنه عظيمة زي أمو كلسوم كوكب الشرق كانت ممكن تأخذ الموضوع ده بإيجو بقى وتدمر البنت وما تتيش داخلها لستوديو لا دي بالعكس دي قالت لها أنا مبسوطة أنتي تمسكتي بحقك دي حاجة في متاج جمال يعني